معدات تعمل ليل نهار والمواطنون في قرية حجر بني حميد والقرى التي يمر عليها الطريق الاسفلتي هذا ينظرون اليها بشغف وهم ينتظرون لحظات الانتهاء فرصف الطريق هذا يعني بالنسبة لهم ولمركباتهم راحة من الاتربة وعناء السير على الطبيعة الجبلية ومجار الاودية واختصارا للوقت وسرعة في الحركة يبدأ الطريق من قرية سعد والى حدود السلطنة مع شقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة يتفرع منه طريق بطول حوالي ثلاثة كيلو مترات ونصف الى قرية حجر بني حميد المشروع الذي بدأ العمل فيه مع نهاية عام 2012 تزيد تكلفته الاجمالية عن خمسة عشر مليون ريال عماني يبلغ طول الطريق حوالي 11 كيلو متر ونصف ويتم تنفيذه بعرض سبعة امتار وعبارات لتصريف المياه ومعابر ايرلندية وقنوات تصريف بالاضافة الى الحمايات المطلوبة على جوانبه عند الجبل واكتاف بعرض مترين ونصف الشارع وعند الانتهاء منه سوف يساهم في تنشيط الحركة الاجتماعية والتجارية كما سوف يساهم في نمو وتعزيز الحركة السياحية في ولاية مدحى حيث يبرز جمال القرى الجبلية والسياحية التي يمر عليها كما يساهم ايضا في تسريع وتيرة النمو العمراني هذا ومن المؤمل ان ينتهي العمل في المشروع مع بداية يناير في عام 2015 وعلى الرغم من صعوبة التضاريس وقساوتها يتواصل العمل ليل نهار في تنفيذ هذا الطريق وعلى الرغم من ان الفاتورة باهضة التكاليف الا ان راحة المواطن واسعاده هي الاهم منصور بن ناصر السعدي تلفزيون سلطنة عمان ولاية مدحى في محافظة مسندم اشتركوا في القناة